حاجة مني طيب من العناصر اللي انت شايف بقى بما اننا قلنا على الكلام اللي انت قلت ده محتاج انت جديد دماغ محتاج ان نشوف عناصر جديدة لعلة وعسى تخلينا نشوف شكل مختلف ايه العناصر اللي انت تحب تشوفها في المنتخب الفترة اللي جاية لا صعبة صعبة اكتر عليا صعبة انت صعبتها عليا لا هقول لك كان صعبتها عليا اللي انا متوسم فيه خير احمد عاطف بس انت قريدي عندك في المكان ده اسمك قوي يا مصطفى يعني انا متوسم في ده خير جدا ابراهيم عادل النهاردة النهاردة بص على ابراهيم عادل صعب لمس كام كورة ودخل به من 18 تحس انه جاي عنده وعنده شخصية كابتن طارج اللي جيده الله بص الكلمة دي تخلينا اقولك ايه انت لا انت فيه فرق كبير جدا ايه الفرق بين اللعيب الكويس جدا واللعيب العادي ايه الفرق بين اللعيب الكبير واللعيب العادي الشخصية اللعيب الشخصية ده مش موجود في مصر كتير اللي يمسك الكرة ويروح واحد على واحد عشان يعدي اللي يمسك الكرة ويعمل الفارق النهاردة ابراهيم فيه ميز باس في كورتين ثلاثة بس وعش اخد الكرار وغلط عادي ايه مشكلة بس اخد الكرار الله ينور على ما عنديش مشكلة ان انا اغلط بس هعمل الصح ايه هو الصح انا مركزي الدين الحرية ان انا اروح واحد على واحد عشان اعدي ياخد يعمل يشتغل وان تو ايه الفرق بين اسم كبير جدا زي محمد صلاح وقال عب موجود في مصر شخصيته طبعا الشخصية في الملعب انا هغلط ما فيش القد ما بيغلطش بس وانا شغال انا بعمل الصح ليفيلي الفرقة مش بغلط الغلط اللي هو ايه اللي هو انا بقلف مثلا او انا بفتي في الكورة او انا بعمل حاجة بضيع مجود زماي لا انا بعمل الصح في الملعب تاكتيكيا ومهريا اللي منه يفيد الفرقة اه على زي الكلام حلوية كنت بفرج مع مجموعة بالاصدقاء النهاردة محمد صلاح عمل كم كورة كده سروباس في المنتصف للمهاجمين كم واحدة عده وفي واحدة معدتش وقالت الناس اللي جامل بتسرخ يا عمد بصيب كويس طبعا معهم عشان محمد صلاح هو عايز يعمل الحاجة اللي فيها كرياتيفز او ابتكار ما هو أسهل حاجة عن محمد صلاح او أسهل حاجة عند اي لعب خد رجع اللي وار وخلاص يبقى ما بقاش محمد صلاح هو لازم يعملها ومرتين هيجوا مرة لا مش هتيجي هو ليه محمد صلاح مش المبدأ بالزبط يعني انتو عايزوا يباص السهلة ما هو السهلة دي مش هتديك انتاج هو ده عشان كده بقولك في فرق انت لما قلت كلمة شخصية عنده شخصية لا دي كلمة بتاعت واحد اللعب كورة وحد مدرب وحد بنحسها كابتن طريق احنا بقى كمشاهدين ومتابعين انه مش عشان انت موجود معي والله بس انقصوا دي الجيل بتاعكم فيه كام لعب في الجيل وانت بتلعب مع منتخب مصر كان عنده شخصية هراب يطا هتلاقي على الاقل من 11 في 10 معلش لو مش 11 السؤال غلط اه فيه كام واحد معندهش شخصية ده السؤال احسن انا اعترف ان السؤالي غلط صح هتلاقي كام واحد فعله لا عدد فليل جدا 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 من اللعبة ما عندهش اللي هو ما عندهش الابداع مش مبدع مش عنده الشخصية ان هو يروح وانا انا كنت قلمتش ما بتكلمش عن نفسي بس يعني ده حاجة من ضمن الحاجات اطلع من المطش شايتلي 3-4 كورة عجون صح كم باكلفت الوقت بيشوت عجون كم باكلفت بيعمل مثلا 6-7 عرضيات في المطش مثلا هتلاقي ده لو عمل عرضية سليمة تبقى ينجاز في العقاب لا شوف مثلا واحد زي اي اسم من الجيل كام واحد بياخد وبيعدي وبيروح وبرقص احنا بقولك بخايفين يباصوا ده مشكلة ده مشكلة كبيرة جدا عمال ياخد الكرة ويرجع لورا ياخد الكرة للعيبة يا جماعة في ايه انتوا متخب مصر انتوا اسم كبير قوي انتوا حتى انتوا المفروض تبقى حسيني انتوا بيشتقولوا ان انتوا العيبة جامدين طب فين ما تورونا ده اثبتوه في الملعب عشان انتوا قريدي لعيبة كويسة معه انتوا لو مش لعيب كويس مش تلعب منتخب مصر مش تلعب زمالك مش تلعب اهل مش تلعب اسماعيلي مش تلعب اللعنديات الكبيرة دي فقريدي انت عندك لازم يبقى عندك الشخصية ان انت لا تعمل تبدع تعمل الصعب سهل على نفسك بس فيه اوقات المدرب ما بيقولش اللعيب يبدع في الملعب صح يعمل الكرة ارطوه مثلا بشكل معاين اكيد هو في التدريب ما بيقولوش انت لما يخوش عليك اربعة هترقص هو ميسة دي من نفسه عمل كده بس ده اداع العيب ده شخصية العيب ده فكر العيب انت ما عليك اننا التزم بالشكل التكتيكي اللي انا طلبه منك كمدرب كمدرب بس ابدع كلعيب كرة وما انت ها جماعة ام الله اصلا الكرة مش رسمة انا برسمها كمدرب وقولك انت بس اهلا بقى نجيب الات تشتغل في الملعب بالزبط كده يعني ما نجيبش واحد عنده مخه وعنده عقله وعنده لأ وكناك انت انت دخلت منتخب مصري فده معناه ان انت اللعب المبدع ده هورينا دي كارس هورينا